قبل ما أبدأ عايز أقول كلمتين كده وكلمتين لأن الواحد متابع الفترة اللي فاتت بعض الكلام وبعض اللي بيكتب وبعض اللي بيقال في المنابر العالمية المختلفة وهي نقطة سريعة كده يعني عايز أعدي عليها احنا يمكن في الفترة تحديدا الفترة التوقف وهي طبعا يعني اللي الناس كلها والجماهير كلها بتبقى منتظرة فيها وبتابع فيها تحديدا عملية انتقال اللاعبين وكل نادي أكيد بيكون هدف هو يدعم صفوفه بالشكل الكامل وبالتنصيق طبعا مع الجهاز الفاني الخاص به فمن الطبيعي جدا لو أنا هتكلم أن فترة الانتقالات دي بيكون كل أو بيكون كل مركات وفيها لازم تسمع عن تكهنات تسمع عن بعض الرومرز أو بعض اللي زي ما يتقالي الإشاعات تسمع انتقالات بأرقاب معينة وغير 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 ومن كل نادي أنا مش بكلم بس عن النادي الأهلي لكن لو هتكلم عن النادي الأهلي تحديدا هو أكتر من أي نادي تاني لو تتفق معايا وفي نفس الوقت الكلام بيطلع كتير ومش بس من ولاد النادي يبتدي الناس كلها تتكلم حتى لو ما بينتموش النادي أهلي بيتكلموا تحديدا عن استفقاتها الخاصة بالنادي أهلي والمركات وده ملوش تفسير بس على العموم ده بيحصل الموسم اللي فات لو حضراتكم فاكرين ونرجع شوية في نفس التوقيت ده اتكلمنا أنا وكريم في نفس الموضوع لكن خلينا نقول احنا عندنا ثقة كاملة ولازم كلنا يبقى عندنا هذه الثقة في إدارة النادي والتنسيق الكامل اللي موجود بينه وبين الجهاز الفني والمدير الفني طبعا مارسل كولر في كل ما يخص الفريق سواء أنت بتتكلم يعني عن انتقالات أو رحيل بعد اللعبين أو حتى خليني أقول إعارات أو غيره يعني كل ما يختص بالفريق الأول بالنادي الأهلي لو حضرتك تبعت من البداية هتلاقي كل الأمور ماشية بشكل إيجابي جدا حتى هذه اللحظة يعني احتياجات الجهاز الفني خليني أقولها كده من عناصر جديدة بيتم تحديدها قبل نهاية الموسم طبعا من كمان لو هنتكلم عن لجنة التعاقطات تحديدا هي ماشية حسب ما احنا متابعين بشكل مميز حسب ما أنا بتطمن حضراتكم برضو بشكل مميز جدا عملية الصفقات بتتم وتعقدنا مع أكثر كمان من الصفقة مهمة جدا ويعني أخدت اهتمام كمان إعلامي كبير جدا وجماهيري كبير جدا ممكن لو حتكلم عن أبرزهم طبعا صفقة يعني إمام مع شورية صفقة كبيرة وهو واحد من أفضل لعبي الوسط أو خليني أقول لعبي الوسط المتميزين جدا في الكرة المصرية المصرية أعتقد محدش يختلف عن ده عنده إمكانيات رائعة جدا عنده إمكانيات سمية فردية كبيرة جدا لعب مباريات كتيرة عنده خبرات دولية كمان وبالرغم من سنه الصغير فدي نقطة تحسب ليه بشكل كبير طبعا فكل دي أمور مهمة لصفقة انت بتتكلم مهمة اشتغل عليها النادي الأهلي في صمت وكافئ بيها الجماهير في النهاية وكلنا تابعنا طبعا يعني الفترة دي كانت ما تحمله بقى من إيجابيات والسلبيات وقراء مختلفة وتضرب في القراء وغيره بس في الأول في الآخر احنا قلنا الصفقة حقيقي ممتازة والنادي الأهلي كان بيعمل عليها فعلا في صمت كمان لا حروح ليه الصفقة الأخرى طبعا المغربي ريدا سليم وتبعت أنا شخصيا ريدا سليم اتكلمت عن ده لما كنا بنعلن عن الصفقة في البداية وشوفنا أكتر من فيديو كمان وعرضنا أكتر من فيديو ليه ريدا سليم غير طبعا أرقامه كمان في الموسم الأخير مع النادي اللي كان بينتم ليه جيش الملكي ومساهمته في فوز الفريق كمان بالدوري المغربي على حساب الودات كان فترة قوية جدا يعني انت في النهاية عندك تارجيت معين وهو ان الاسكواد الحالي بتاعك يكون جاهز للتحديات اللي جاية واللي قلنا عليها بالمناسبة هتكون صعبة جدا وفيها تحديات أقوى يعني انت تاني لما بتخرج من موسم قوي التحديات والضغطات بتكون أقوى بكتير من انت خارج من موسم يعني مش أفضل شيء ليك تكلمنا كمان ان احنا خارجين مش بس من موسم استثناء انت خرجت يعني من بدل البطولة 4 و 5 و 6 فلا انت عندك تحدي كبير جدا ونوعية اللاعب كمان لو هتكلم هنا تحديدا اللي بنضم لفريق الاهلي لازم يكون قد التحدي ده اللي احنا بنتكلم عليه شفنا كمان بشكل كبير جدا يعني في يناير صفقة ماروان عطية ازاي قدر كمان يندمج بسرعة مع الفريق يكون لي دور مؤثر في الفوز بدوري طبعا ابطال افريقيا هذا التوقيت وبرضو مش عايزة انسى نفس التوقيت اعتقد او نفس الامر كمان خلد عبدالفتاح يعني كان في انتقالات يناير وادارة النادي ازاي برضو انها تضموا بشكل كان رائع جدا فيه او نهائي فيه المركاتو الحالي انا عشان مش عايزة اطول خليني بس اقول لحضراتكم يعني حتى في عملية الاعراض واعراض اللاعبين اللي احنا منتكلم عنها انا شايف ان هي فكرة جيدة جدا انك تخرج او تودي او تعمل اعارة لاكتر من اللاعب عندك لاكتر من نادي في الدوري ياخد خبرات كتيرة جدا انه شفنا على فكرة يعني امثلة من دي كدير كتيرة او كمان يحصل على فرصة مشاركة بشكل افضل ويرجع عليك بقى مرة تانية جاهز بشكل كبير ان هو يلعب اساسي كمان يعني انا الفكرة عجباني جدا كمان وقرار من مستر مارسل كالر لما اتكلم وضم تحديدا صلاح محسن كلنا وقتها او مش هنقول كلنا من نسبة كبيرة كلنا قلنا ان ده يمكن يعني حركة كويسة جدا ليه صلاح محسن تختلف او تتطفق بقى على السيستم بتاعه او على الروتين بتاعه او على اللايف ستايل بتاعه لكن هو قيمة كبيرة وفكرة كمان ان هو ينضم للفريق الاول في المعسكر وان شاء الله هيكون ده المعسكر القادم اعتقد برضو امر جيد واحنا في حاجة لده صلاح محسن لاعب تقيل جدا لو كمان تابعناه الموسم اللي فاته وعمل موسم هايل عمل موسم هايل جدا بصراحة الحق يقال مع سيراميكا كليوباترا وكان من ابرز كمان وقتها نجوم الفريق وكان ليه دور كمان كبير جدا في فوز الفريق بوبتولة كاس الربطة